أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة سهاج الجديدة من أهم المدن التي شهدت عملية تنمية وخلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بمحافظة سهاج أضف رئيس الوزراء أن سهاج كانت دائما تعد من المحافظات التي تصل فيها معدلات الفقر إلى أعلى المستويات مضيفا أن ربع سكان المحافظة يحصلون على الدعم النقدي تكافل وكرامة سهاج لها نصيب الأسد فيها المبادرات الاجتماعية كل الحملات الطبية الحقيقة كانت سهاج لها نصيب جاي جدا من هذا الشأن ولكن يمكن أحد أهم البرامج للدولة المصرية متبنيها وهو برنامج تكافل وكرامة الحقيقة وصل الدعم النقدي منذ يناير 2015 حتى الآن إلى حوالي 11.5 مليار جنيه لـ 324.5 ألف أسرة في محافظة سهاج وهذا الرقم ببساطة شديدة كحزبة تقريبا إحنا بنتكلم على أكتر من ربع الأسر الموجودة في محافظة سهاج وبشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أشار رئيس الوزراء لأنه يوجد سبعة مراكز بسهاج ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة التي تضم أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن بتكلفة 36 مليار و600 مليون جنيه أختتم بالمشروع الأهم على مستوى الجمهورية مشروع حياة كريمة والحياة هذا المشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس الذي يعد بحق مشروع القرن لمصر نصيب سهاج فيه الحياة نصيب الأسد لأن الحياة من إجمال 52 مركز سهاج فيه سبع مراكز يعني حوالي 13% من إجمال مراكز المرحلة الأولى بيتنفس في سهاج 12% من عدد القرى لأن عندنا 181 قرية في سهاج من إجمال 1477 سيستفيد من هذا المشروع من المرحلة الأولى 2.5 مليون مواطن من إجمال 18 مليون على مستوى الجمهورية الذي يمثله سكان المرحلة الأولى من حياة كريمة جوه هنا سهاج 2656 مشروع بتكلفة تقريبا 37 مليون جنيه ده بالإضافة لمشروعات كنا نفذناها في المرحلة التمهيدية وسط تكلفتها لـ 330 مليون جنيه يعني بنتكلم بنقترب من 40 مليون جنيه فقط في مبادرة حياة كريمة لمحافظة سهاج